نراحب بحضراتكم مرة تانية ومع بداية شهر أغسطس الحقيقة نبدأ نعيش بقى موسم السينما الصيف كان فيه أفلام نزلت الحياة في شهر سبع شهر تمانية كمان هينزل أفلام لطيفة جداً هنشوف وجبة سنمائية قوية جداً متصدرها فيلم نجم محمد هنيدي مرأة البريمو وكمان محمود حميدة بفيلم مطرح مطروح فيه كمان أفلام اية كمان فيلم عزيرو لمحمد رمضان ومجموعة تانية بقى من الأفلام هنستعرضها نهاردة ما عضيفنا في الستوديو الناقد الفني خالد محمود لمنورنا سبع الخير على حضرتك سبع الخير يهلا بيك يا فني الأسرة بتدور على ايه في فاصل الصيف بالنسبة للسين بص الجمهور رزقه تغير في الغالب الأسرة بتدور على الكوميدي لكن احنا عشنا في فترة من الفترات كتل الساحة مليانة بالأفلام الكوميديية الصريحة الفترة اللي تواجد فيها محمد هينيدي وحمد حلمي ومحمد سعد والآخر والمرة دي التوليفة شوية اختلفت حتى نجوم الأكشن بيشتغلوا الكوميدي زي امير قرارة مثلا لكن عاوز اقول انه لازم صناع السينما يتنبهوا لان الجيل الجديد من الجمهور بقت لي زائقة مختلفة بيتابع اللي بيحصل على المنصات بيتابع اللي بيحصل في السينما العالمية واللي عملوا فيلمه ابنهايمر مثلا من ارادات خلال الاسبوع اللي فات انه ها عشرين مليون جنيه كفيلم اجنبي لأول مرة دي ما حصلتش من سنين طويلة عندنا اه اه عشرين مليون دولار انا اسف اه ينبه الناس لانه الجمهور بترى يبحث على نوعيات السينما مختلفة ها هتقول لي طب ما هي افلامنا بتجيب ارادات كبيرة لان ده النوع المفروض على الساحة والعائلات والأسر عاوز تروح للسينما وهي دي النوعيات اللي موجودة في السينما هتقول لي احنا فيه افلام بتتجاوز الميت مليون جنيه وبتحقق ارادات كبيرة هقولك لانه ما عندهاش منافس كبير يعني الفيلم اللي بتصنع بشكل كويس زي بيت الروبي مثلا بيقدر حقق ارادات لكن ما نقدرش نقيس على انه ده السوبر او ده النموذج الايدوي للسينما المصرية لانه المنافسات مش متكافأة لكن احنا لازم ناخد بالنا ان الجيل الجديد من الجمهور في الظل ان الاسر كعائلات ابترت ما تبقاش النموذج في المشاهدة اقصد ان مش العيلة كلها بتروح في المواحد والآخر اصبح كل فرد في الاسرة ليه لون وليه زائقة في اللي محب الاكشن ما بيتفقوش فده مؤشر لانه الفترة الجاية لازم نفكر نصنع السينما عاوز اقولك ايه تبقى مؤهلة ان الجمهور يقبل عليها بشرايح وثقافات المتعددة بعد تأثير المنصات والسينما العالمية لكن طبعا زي ما حدك بتقولي فيه النمازج الجديدة فيه جمهور للنجم يعني اعتقد انه محمد هنيدي فيه جمهور كتير اوه بيحبه ومنتظر هنيدي اللي هو بيقدم لوجباتكم عودة هنيدي الكوميديا اللي تعود عليها هنيدي خاصة مع سعيد حامد المخرج انه حقاو مع بعض نجاحات كبيرة بداية من سعيد الفكرة كلها انه محمد هنيدي انا بالنسباني هو من النجوم يعني الاقرب الى قلبي انا شخصيا لكل الجمهور المصري يعني انا بتكلم حتى من وجهة نظري انا الشخصية يعني انا بشوف محمد هنيدي من افضل فنانين الكوميديا يعني حتى يمكن افلامه كمان لو رجعنا للورا شوية افلامه بتقدم رسالة من خلال الكوميديا بس خليني اقوله مؤخرا افلام محمد هنيدي ما كانتش الاقوى بص انت فتحتي نقطة مهمة قوي معظم نجوم الكوميديا اللي حققوا طفيرات كبيرة في عشر سنين مثلا وقفوا لان في بعضهم حس انه مش قادر يخرج من الكاركترات اللي قدمها زي محمد سعد في بعضهم كان عنده طموح في الفكر ما قدرش يقف على افكار جديدة زي احمد حلمي فافلامهم حتى الاخيرة كان فيها اهتزاز في شباك التزاكر صحيح وكذلك هنيدي بس هي مرحلة بتعقب دايما مراحل النجاح الكبير وعندنا حكاية مش متوفرة في النجم المصري في الحقيقة برا في عالم محيط بالنجم في عالم بيفكر معه في اسرة بتفكر معه في حد مسؤول عن صناعته حد مسؤول عن انه ازاي الفترة دي يقدر يظهر ازايه بالشكل التولاني احنا عندنا انه النجم يتعامل مع كل الاشياء يعني بيختار المخرج والمؤلف والاخره ففي الغالب بيتهم انه الحكاية انه يقدر يفكر لنفسه ماذا اريد ان اقدم في هذه المرحلة فبيحصل حاجة من حاجتين ياما انه يتلاشى وزي ما حصل مع انجوم اخرين ياما انه يقدم عروض من باب التواجد هو مش بنفس باور الافلام اللي سابقة وبالتالي بيها تنسل بس ده يضره اكتر ما يفيده اعتقد ايه فكرة نواي يقدر مجرد مجرد نواي يبقى موجودة طبعا بيدر طيب وحنا نتكلم عن الافلام الكوميدية في بعض فنانين زي ما حدك وذكرت كده بيبقى حصر نفسه في حتة كده زي محمد سعد مش قادر يخرج منها مع ان محمد سعد عنده امكانيات كبيرة جدا جدا ليه ما يقدمش حاجة تانية غير الكوميدية وليه دايما احنا دايما الفنان الكوميدية يا فندم واحنا بناخد بالنا من طريقة القاءه للإفي او طريقة رد فعلا بنبقى حفظناه خلاص هل في طريقة ما يجدد من نفسه ويظل في إطار الكوميدية بص الكوميدية في العالم العربي وقدة منحنة تانية خلص اعتمدت على الإفيهات اعتمدت على المواقف اللي هي خدوهات يعني مسرحه السينما وبالتالي ده اصارت اصارت على انه ازاي نخلق كوميديانات عظام ويبقى ليهم افلام مهمة وافلام كبيرة ونقدر نشوف زي يعني كيف يفكر العالم النظرة دي نقدر نغيرها انت لو رجعت بالزمن اللي وراء هتلاقي بساطة نجيب الرحاني مثلا يعني الفكرة الانسانية اللي بيتقبلها الجميع المواقف الكوميدية فعاوز اقول انه انا مش عاوز اغضع للشارع عشان اقدر اعمل كام افيه اجزب قد ايه من الجامهير والاخر ده مؤشر ما سابتش نجاحه الخدعة الكبيرة اللي بتعرض لها نجمنا دلوقتي ولو انها ميزة بس ميزة مؤقتة انه بعض الافلام الكوميدية اللي بتعتمد على الافيه واللي هي لا ترسخ لفيلم زو كيمة كبيرة بتنجح في الخليج قوي فالنجاح اللي في الخليج ده مؤشر كويس انه حرك العملية الانتاجية لكن مش مقياس مش مقياس لجودة لجودة خاصة ان احنا شعب عنده حس فكاهي عالي طبعا يعني حضرك حتى ذكرت فكرة او نموذج نجيب الرحاني مينفعش يا تماشا مع الزامن اللي احنا فيه دلوقتي لانه دلوقتي فيه انفتاح كبير جدا على العالم الحس الفكاهي كمان تطور يعني الشكل كله تغير لو هرى تكلم على فنانين مثلا زي محمد سعد حضرك دكرت نقطة مهمة جدا فكرة صناعة النجم وان يكون فيه محيطين بمسؤولين عن صناعة هذا النجم وادارة هذا النجم مش بس فكرة انه يدلوا الرأي والمشورة لا هم مسؤولين ده دورهم ده وظيفة بيتقادوا اجر على ده هي دي الفكرة محمد سعد من النجوم انا نفسي بصراحة بستخسره النجم عنده موهبة كبيرة جدا عالية جدا قدرات كبيرة جدا لما شفناه في الكنز حصد كمان جايزة احسن ممثل من اكتر الناس موهبة جيله وانا في الحقيقة في مرة بسأل النجم الكبير يا حلفخراني عن رأيه في بعض النجوم الشباب من حوالي 8-9 سنين قال لي انه محمد سعد عنده امكانيات كبيرة جدا صحيح فهو فعلا موهوب لكن هو انت فتحتي نقطة فعلا حلوة العالم المحيط حواليك اللي هو في صناعة النجم ده بيصقف النجم نفسه طبعا فبيقدر ازاي يتعامل ويخطط لنفسه كل مرحلة انا ممكن اقدر اقدم فيها ايه طبعا في حالات استثنائية زي انه فيه نجم بيعرف يتعامل مع مخرج يطلع منه صورة جيدة وشكل جيدة عاد الامام يا فندم الزعيم عاد الامام يبتدى كوميديا كم لغير نمط الافلام وكان فيها كوميديا بالمناسبة وفيها كل حاجة وقدر يتربع لفترة طويلة بس من البداية وهو عنده الامكانيات الكبيرة اللي نقدم بها كافة الشخصيات يعني شفنا له في بداياته افلام درامية كان فيها ممثل رائع رائع جدا يعني زي الغول مثلا انت متصورة انك انت لما تشوف الغول في التلفزيون تقولي ان هل عاد الامام عمل الفيلم ده مثلا في بداية المشوار قبل الموجة الكوميديا الكبيرة فهو كل انسان من النجوم يقدر يحط نفسه انا هقدر هنا اقفز كم خطوة وقدر ازاي ارسخ عند الجمهور وقدر ازاي اطور انا مرة سألت تون كروز مثلا قلت له قلت شفت فيلم السامورايا الاخير وحاست ان فيه ممثل جمبار قدامي وانا متابعه من زمان حتى من ايام اللي كان طالع فيها زابط وجندي والاخر وحدثة في الرابع من يونيو فقلت له انت بما ان عندك ممثل بالشكل ده انت ليه بتعمل مستمر في مهمة مستحيلة مثلا قال لي فور زماني انا بعمل الافلام دي علشان اقدر يبقى معايا فلوس اعمل بيها الافكار اللي بقى حلما اقدمها بس ده عنده فكر بقى مش سايب نفسه لا ده لازم يبقى عنده فكر ان العالم اللي محيط حوله صحيح بديكابريو مثلا هذا الفتى الرومانسي لو لم يتمرد على القالب اللي موجود فيه اللي الناس عرفته فيه في تايتانيك ما كانش يخده الأوسكار في فضور صعب جدا صحيح فهو حتى قدم شخصية اللي هو مؤسس المخابرات المركزية الأمريكية كان راجل عنده 60 سنة وزنه ضخم جدا عنده يعني افكار خارج السياق الاخلاقي لكن قدر يعمل الشخصية وانا فكر فيه منقشة ضارة بني وبين المخرج محمد خان واحنا بنصارج على الفيلم ده في دبي وحاولين ازاي النجم يقدر يتمرد على اللي هو فيه حتى لو كان محقق ملايين الإرادات عن شخصية هو نجح فيها ما يكررهاش وازاي يعمل لنفسه تاريخ احنا بنحب نجمنا والجمهور ملتفة حولهم ارجو انهم يستغلوا هذا الحب في تقديم شخصيات وادوار تضيف ليهم تاريخيا وتلقم كل مرحلة من مرأة البريم وعاوزين نروح سريعا كده للزيرو محمد رمضان ها قلت من شوية انه هو تجربة مختلفة محمد رمضان تجربة مختلفة في الحقيقة لانه النجم بيتشكل لما بيشتغل مع نموذج مختلف من المؤلفين او المخرجين اعتقد ان متحة العدل ومندو العدل هيقدمه تجربة مختلفة رأيي الشخصي انه اذا تخلى محمد رمضان زي ما هو متوقع عن الاكشن وقدم شخصية اجتماعية عندها ظروف والاخر وهو ده اللي الناس منتظرين منه اعتقد انه هيبقى الفيلم ده اضافة لي بغض النظر عن انه عمل ارادات كبيرة ولا ما عملش يعني على الاقل هنشوف محمد رمضان وحط نفسه على التراك في نموذج من الاداء ونموذج اجتماعي مختلف بعيدا عن انه بيقدر يضرب مية ومتين وينتقم بشكل ما اعتقد انه هتبقى المواجهة بينه وبين الزمن مش بينه وبين بشر في المعزيرو ونحن سننتظر ننتظر طيب اخيرا يا فندم حضرت كلمتة عن نقطة مهمة فكرة الناس عايزة ايه ودائما ما نسمع مصطلح الناس عايزة كده الاسرة المصرية بدلوقتي بتدور علي عايزة ايه عايزة حاجات خفيفة كوميدية ندخل ننسى بيها ما شاكلنا عايزة موضوعات جد عايزة محتوى جيد ايا كانت تجاه ايه اللي عايزين بصي الاسرة المصرية محتاجة تشوف فيلم يحقق لها المتعة وفي نفس الوقت يكون متوازن يعني عاوز اقول انه ليس صحيحا مسألة ان الجمهور عايز كده فانا بقدم له اللي هو رايح له خلاص عصر التوحد في الزوء انتهى عصر التعدد في المشاهدة هو اللي موجود ولازم ابقى عامل كويس حسابي اذا قدمت اكشن لازم اشوف ازاي هقدمه بشكل يتقبله الجمهور الجديد لانه هو بيشوف برا كيف تنفذ افلام الاكشن وافلام الخيال العلمي عشان مقارن اه يعني شوفي المقارنة بقى في الصورة والمكياج والاداء والخدع والاخر فيانا قد اللعبة يا مش قدها الا اذا كان عندي قصة اجتماعية من صميم مجتمعي انا هتوحد معها فده هيخليني شوية ابقى مش باصس او للمفردات الاخرى طبعا الكوميدي هو مازال فيه اعتقاد عند النجوم انه سيد الموكف الكوميدي مطلوب طبعا لكن احنا بنانشود يعني انه يبقى فيه تنوع في السينما المصرية عاوزين نشوف فيلم قوي يمثلنا مثلا في مهرجان كبير ازاي ده مش متحقق ما نهراه في المهرجات الكبيرة وانا بسافر كانوا برلين بشوف نمازج اللي شباب عنده افكار كويس قوي بس ما فيش علاقة بينه وبين الجمهور في مصر لانه مش لاقي فرصة مثلا يعرض فيلمه مش تلاقي منتج كبير يحقق له مشاريعه ارجو انه المنتجين تخرج وتكتشف طول عمر السينما المصرية بتكتشف مخرجين وبتكتشف نجوم وبتكتشف مؤلفين جدد عشان العجل نور الشريف اكتشف سامير سيف اكتشف محمد النجار اكتشف محمد خين قدمهم الثلاثة في زمن حتم زهرانو في ضربة شمس ودائرة الانتقام فين النجم اللي يقدر يكتشف مخرج جديد ويقدمه بمواصفات وفكر المخرج وليس مواصفات وفكر النجم لانه السينما المصرية كانت نكحة لما كانت ماشية بفكر المخرج بشكل موازي مع فكر النجم وليس فكر النجم واحدة صحيب وانت تتكلم كمان على الافلام الكوميدية انا شاف فيه تركيز كمان على الافلام الكوميدية خلال الفترة اللي جاية مطرح مطروح محمود حميدة طبعا بيقدم كوميدي انا متهالي بطل الصفرة كمان اه طبعا متهالي عندي احساس انه دي تقربة مختلفة لمحمود حميدة وعندي احساس انها هت حدام مخفيف قوي اه طبعا جدا ابتدى يشتغل ادوار بمزاج هو دلوقتي في مرحلة ان انا مش مشكلة حجم الدور قد ايه ولكن مشكلة ان انا اقدر اسيب انطباعه ويبقى مؤثر قد ايه ومهم قوي ان النجم على فكرة يشتغل الشخصية بمزاج انا حبيبها وداخل جواها اه وبالتالي اه هتبقى هتوصل للجمهور وهتضفلي فاعتقد ان التعدد ده وبعدين هو النجم حمود حميدة في الحقيقة مساير العصر يعني ما بيقولش لقى المخرج شاب بيضيف لنفس شخصيات متعددة ما وقفش عند مرحلة معانة زي نجوم اخرين شافوا ان هو لازم يبقى بطل الشاشة طول الوقت ده ما بيحصلش يعني حتى في السينما العالمية اللي لافت الانظار في الافلام العالمية الجديدة زي ابنهايمر الممثل التاني مش الاول فالرؤية دي احنا محتاجينها تبقى متواجدة عند نجومنا الجداد حتى لانه مش كل حد بيملك كارزمة انه يبقى نجم جماهيري صحية دي حيا شفنا بطولات جماعية كمان كان لها قطر كبير عند الناس بشكر حديدك طبعا جزيلا شكرا نقد الفني خالد محمود دورتنا في صباح شكرا جزيلا صباح الورد